اهلا بحضراتكم من جديد كل الكلام ده خلاص اشتغلنا عليه يعني اللي ذاكر ذاكر لكن في نفس الوقت هو مران ممكن يكون فيه بعض الجانب البدنية البسيطة بعض التدريبات الاستشفائية بسبب الرحلة الطويلة من مصر للسنغال حوالي 8 ساعات فأكيد حيبقى مران مهم إن شاء الله بعده اللعيبة يروحوا على المقر الإقامة بتاعهم للأسف بيبعد عن ملعب اللقاء بحوالي 60 أو 70 كيلو ودي مسافة طويلة في المقابل منتخب السنغال قاعد جنب الملعب في فندق جنب الملعب فعادي يعني كل واحد بيحاول يستغل الظروف اللي عنده لصالحه المنتخب السنغال بيعمل كتا لكن إن شاء الله رجالتنا قدها وإن شاء الله يفرحوا بالتالي تعالوا نشوف إيه اللي تقال على المنتخب وإيه آخر الأخبار اللي كتبتها بعض الصفحات الرسمية على السوشيل ميديا وانتدي بالأهرام وحسابهم على تويتر وليقولوا إن منتخب مصر يخوض مرانه في السنغال في السادسة مساء بتوقيت القاهرة وده اللي احنا اتكلمنا فيه وأكيد حيكون مران على الملعب اللي حيستضيف هذه المبارة من ضمن كمان الأخبار دفاع الفرعنة يتحدى ماني ورفاقه في موقع حاسمة على نقعد المونديال فبالتالي طبعاً الناس كلها مترقبة هذه المبارة القارة الأفريقية العالم كله بما إنك بقى مواجهة مباشرة ما بين صلاح وساديو ماني اتنين نجوم ليبر بول اتنين أصدقاء فبالتالي السبوت كبير قوي على هذه المبارة والمتابعة هتكون مكسفة من كل وكالات الأنباء العالمية ومن كل الصحف العالمية فإن شاء الله من اللي يحجز بإذن الله لنحجز مقعد المونديال بتاعنا بإذن الله يكون أحد المقعد الأفريقية في كاس العالم في قطر إن شاء الله تعال لأن إحنا لما دوقنا طعم الجيل بتاعنا تحديداً لما دوقنا طعم من شاركة مصر في كاس العالم في الروسيا فهو شعور مختلف إن أنت تسمع نشيد بلدك في أكبر محفل عالمي يتعلق بكرة القدم فجسمك بيأشعر غزباً عنك لازم فدي بتبقى حاجة قوية جداً ومهمة جداً تفرق معنا كدولة بشكل كبير قوي إن إحنا نتأهل لكاس العالم بإذن الله فالأهم منكم موافقين وربنا بإذن الله يوفقنا في هذه المباراة طيب خلينا كمان ناخد خبر آخر وهو من سبورت 360 واللي بيتكلموا على مواجهة المباراة مصر مع السنغال في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وجايبين إحصائية كده بتتكلم على المواجهات في التصفيات على مدار تاريخهم مصر والسنغال لحد دلوقتي قبل مباراة بكرة وبمباراة المباراة السابقة المباراة السابقة لكات يوم الجمعة إحنا لعبنا معهم في التصفيات ثلاث مرات ثلاث مبارايات اتنين فوز لمصر بالفوز الأخير ولا هزيمة لمنتخب مصر فبالتالي ولا فوز لمنتخب السنغالي وتعادل وحيد ما بين المنتخبين على ما أتذكر يعني إن التعادل ده كان في السنغال مش في مصر أنا فاكر كويس قوي لما أحمد حسان ميدو جاب جون هنا في القاهرة في تصفات كاس عالم كان أيام الحج ديوف وفرقة تقيلة قوي هنري كامارا وناس كثير جداً كانت تقيلة وكسبنا أعتقد بهدف ميدو في التوقيت ده هناك لما رحنا تعادلنا هم في الآخر تأهلوا لكاس العالم في كوريا وليبان 2002 وإحنا ما كانش بيحلفنا التوفيق في التوقيت ده فبالتالي هي إحصائية يعني جيدة مباشرة لكن مش مكياس إطلاقاً يعني إطلاقاً لكن برضو الناس بتحب الأرقام والإحصائيات خلينا كمان نروح لي أو مستمرين مع سبورت سري سيكسري وبيكلموا على إن سنائيات الدفاع بص بقى لأن الجانب ده مهم قوي شوف كام سنائية لعبت من ساعة ما كيروش جه كام سنائية دفاعية فبالتالي الجانب الدفاعي مشكلة وأزمة بس بإذن الله كيروش يقدر يحلها ويقدر يتعامل معها وهو أثبت نجاح في حل هذه الجزئية على مدار التحديات السابقة اللي فات سبب البطولة العربية أو بطول كاس العرب كاس الأمم الأفريقية أكتر من مدافعة صوب بما فيه مفتوح تمام ومبرارة الأخيرة أمام سنغال وإصابة عبد المنعم وإقاف الوينش فعد معي كده كم سنقية لعبه مع كيروش لحد دلوقتي حجازي ووينش بداياته هذا كان في كاس العرب أو على ما أتذكر في التصفيات بتاعت كاس العلم مواطشين ليبيا تقريب حجازي وعبد المنعم في بطولة العموة الأفريقية الوينش وإحمد ياسين في كاس العرب وحجازي وعبد المنعم في الأول بالمناسبة كان في كاس العرب الوينش وإحمد ياسين في كاس العرب ومحمود علاء ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم والوينش ومحمد عبد المنعم والوينش وياسر إبراهيم وبكرة بإذن الله يبقى فيه سنائية تانية برضو ياسر إبراهيم وحد تاني إما علي جبر بقى إما أيمن أشرف إما أحمود علاء إما رامي ربيعة أي انكمين اللي حيكون موجود فيهم فبالتالي ده يعني دي جزئية بصراحة صعبة جدا جدا على المنتخب الوطني طيب خلينا نكمل أو خلينا نروح لحساب الوطن سبورت على تويتر واللي بيكلموا على النكيروش يصعى لحل الأزمة الدفاعية قبل مواجهة السنغال أو قبل مورات السنغال وهو الحديث كله على الجزئية دي تحديدا فيما عاد ذلك إحنا الحمد لله الفرقة كلها جهزة والكل موجود وماشي بشكل كويس في مختلف الخطوط لكن الجانب الدفاعي هو اللي فيه كلام يعني وهو يعني ظرف للأسف للأسف بيصعب الأمور على المنتخب هتقول لي إزاي المنتخب مفوض المنتخب عنده قائمة مفتوحة عكس الأندية عندها قائمة محددة لا القائمة المفتوحة دي كان أفضل اللي فيها هم اللي تصابوا بدلين انت جبت الناس من بره خالص عمرك ما فكرت فيهم ككيروش من ساعة ما جيت لكن في كل أحوال إن شاء الله يكون موفق خلينا كمان نروح لحساب في الجول على تويتر والبيتكلموا على إن فيه مصدر من المنتخب قال لهم إن كفت علي جبر حتى الآن هي الأرجح للعب بجوار ياسر إبراهيم أمام السنغال بسبب خبرته الدولية عن السنائي محمود علاء ورمي ربيعة وبالمناسبة فيه أيمن أشرف من الوارد أيمن اللعيب كبير قوي والميزة اللي عنده أيمن ممكن ما تكونش موجودة في الباق هي حيطة أنه بيعرف يطلع بالكور لكن أيمن قصير شوية أقصر من علي جبر فأنت بتلعب مع قوامات كبيرة جد أطوال فظيعة فهي برضو حسابات مختلفة قد رواحي بيها الجهاز الفني وكيروش فمنسبة كبيرة علي جبر فعلا هو الأقرب واختيار أنسب تبقى للمتاح يلا كورا وحسنوا على تويتر المتاخب المصري بالقميص الأحمر والشرط الأسود والجوارب البيضاء في مباراة العودة أمام السنغال نفس الطقم اللي احنا لعبنا به مباراة الزهب عنا لعب به مباراة العودة والحمد لله يعني قدرنا أن احنا نفوز في مباراة الزهب واحد سفر إن شاء الله بإذن الله المشهد يتقرر ليه لا ما ننفوزش هناك والله يا سيدي مش فارق الفوز حتى يخسرنا اتنين واحد المهم نسعد المهم نروح كاس العالم والله ما هنزعى خالص المهم نوصل كاس عالم بس فده الطقم اللي هلع به المنتخب بكرة الواطن سبورت اتحاد القرى يطالب تأمين بعثة منتخب مصر في السنغال بعد الهجوم على صلاح للأسف وابل من الهجوم والسباب لصلاح والزيزو والعدد كبير جدا من اللعب ينتخب مصر فاور رسولهم ووضح إن التصرحات الو سي سي سخانت الجماهير السنغالية سخانتهم جامد فخليتهم إن هم يتصرفوا بالشكل ده وهو شكل غير مقبول بس برضو تاني أنا بقول لها لحضراتكم مش عايزين نفكر في الكلام ده حتى لو إحنا كجماهير مش عايزين نروح للناحية دي هي استفزازات وكل حاجة بس هي الغرض منها ايه تشتيتك والرسالة هنا بالتحديد بقى لللعيبة اللي هتبقى في أرض الملعب ما انت تشتيتش إطلاقا خالص سيب اللي يهتف يهتف اللي يشتم يشتم اللي يعمل الكل واحد يعمل ما بداله المهم أنت تعمل اللي انت عايزه في الملعب وتحقق الهدف اللي انت رايح عشانه واللي الشعب المصري متاظره بإذن الله تعالى فأكيد تأمين محمد صلاح ده أمر حيكون مؤكد بشكل مكسف لأنه هو طبعا سوبرستار القرى العالمية فأكيد العين عليه حتكون كتير سكاي نيوز على تويتر يتكلم عن فيه خمسة آلاف مشجع مصري يطيرون إلى تسمغال لمؤذرة الفرعنة بإذن الله بإذن الله يكونوا بحماس قوي في الملعب زي ما تكلمنا وجهنا لهم رسالة في أول الحلقة حماس قوي تشجيع مستمر أيا كانت ظروف المباراة بأيا كانت النتيجة في أي وقت من الأوقات أيا كان لو مغلوبين لقدر الله واحد شجع جي تاني لقدر الله شجع لأنه لو جبت جن توصل توصل فإحنا عندنا الحمد لله فرص كويسة يا جماعة الناس اللي كانوا بتقلل من نتيجة واحد سفر الفرص كويسة بس الأهم إن إحنا نستمر بتركزنا الكبير اللي كنا عليه في موارات السنغال أسنغال كانت مقطعنا في المطش كانوا مقطعنا وكانوا عمليه مطش كبير قوي قوي وضيعوا فرص بس في نفس الوقت أنت قدرت أن أنت تنجح إنهم ما يجبوش فيك أهداف وده كان أمر مهم جدا وهم كانوا بيسعوا طول اللقاء إن هم يحاولوا يختفوا جن هنا عشان يستريحوا في موارات الإيابة هم دلوقتي مش مستريحين هم دلوقتي مضغوطين وألقانين فإحنا عايزين نستغل حاجة زي كده فالجمهور المصري عليه الخمس تلاف اللي عيروه عليهم دور كبير قوي قوي لازم نستغلهم ولازم يعرفوا إنه هم عنصر مساعد مهم وبارز في هذه المباراة بإذن الله تعالى طيب بس عدد حلو خمس تلاف عدد حلوة قوي يوصلوا بالسلامة إن شاء الله المصر الرياضي على تويتر بتكلموا على إنه مصر وسنغال ماذا فعلت الأندية المصرية مع الحكم الجزائري مصطفى غربال هقول لحضراتكم مصطفى غربال أدار عدد من المباريات اللي الأندية المصرية وبالتحديد للنادي الأهلي أدار ست مباريات حقق الفوز في أربعة النادي الأهلي يعني كان أمام تاونشيب البتسواني والزمالك ونهضت بركان طبعا مطشي الزمالك في نهاي القرن ونهضت بركان في السوبر الأفريقي وكمان سيمبا التنزاني المباراة اللي كانت في القاهرة بينما خسر الأهلي مع غربال مطشين مطشي كان أمام الترجي التونسي ومطشي أمام طلع على الجيش كما أدار الحكم الجزائري مواجهتين للزمالك أمام الأهلي والترجي خسرهم الزمالك المواجهتين وفيما يخص فريق المصري في أدار فريق المصري في أدار مواجهة واحدة أمام الهلال السوداني بالكونفدرالية عام 2018 فريق مصري يعني عندنا هنا وتعادل الفريقان بهدف لكل منهم ده مشوار غربال مع القرى المصري طيب خلينا نروح لأخر خبر بيتعلق بمنتخبنا الوطني وهو خاص بطاكم تحكيم الفار وده من يلا كورا حسومة على تويتر وبيقولوا إن طاكم تحكيم ألماني لتقنية الفيديو في مباراة سنغال ومصر حاجة برضو جيدة صراحة عشان للأسف للأسف القرى الأفريقية كلها والجمهور الأفريقية والأندية والمتخبات الأفريقية ما عندهمش ثقة في الحكام الأفريقية مش بتكلم على بتوع شمال أفريقيا العرب لا بتكلم على الناس الحكام اللي في مختلف الدول الأفريقية الأخرى فبالتالي الثقة ممكن تكاد تكون منعدل فإن يبقى فيه حكام أجانب على الفار ده أمر مهم قوي أمر مهم قوي في المطشط الحسيمة اللي زي دي فإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى إن شاء الله يبقى يومنا بإذن الله خلينا نروح للفاصل بعد الفاصل عندنا أخبار أخرى بتتعلق بالأهلي هنتكلم عنها ومطمن كمان جمهيري النادي الأهلي على فريقهم يلا بنا